يوجد أفراد مما يحفظون بهواتفهم التي اقتنوها منذ سنتين أو ثلاث سنوات وهي بحجم أربع أنش فهم يريدون الإبقاء على هواتفها بأربع أنش وحسب لقد وضعت كل الإمكانات لجهاز آيفون SE هاتف داخم داخل آخر بحجم أصغر ثم بسعر رخيص أبل تخطط لتوسعة نطاق استخدام خدمة الدفع الإلكتروني التابعة لها أبل باي على المواقع التي يتم فتحها عبر أجهزتها المحملة أوبر الأمريكية صاحبة تطبيق طربي سيارة الأجرى عبر الهواتف الذاكية تتهم منافستها الهندية أولاكاب تتهمها باستخدام وسائل غير مهنية من أجل ضرب صورة أوبر لدى الزبائن أوبر رفعت دعوة ضد أولاكاب في محكمة نيو ديلهي متهمة نياها باللجوء لممارسات منافية لقواعد المنافسة أوبر تتهمه منافستها بإنشاء حسابات وهمية عبر تصوير الأرقام والهدف حسب فحوى الدعوة هو إحباط السائقين وإشغالهم حتى يتحول الزبائن إلى أولاكاب استدعت مجموعة شركة صناعة سيارتي الفرنسية رونو أكثر من عشرة ألاف من السيارات الكهربائية زوي بسبب خطر يدهم مكابح سيارة ويعرضها لتأكل عملية الاستدعالة شرع العمل بها في بداية مارس تهدف لمراقبة أكثر من عشرة ألاف سيارة صنعت في نهاية 2012 وبداية أكتوبر من العام 2014 بسبب مخاوفة دعت إلى التحقق من وجود أخطار للقناة الموصلة ما بين ذرع المحرك وتوقف العجلات بنك كريدي سويس الثاني أكبرية البنوكية السويسرية أعلن تكثيف إجراءات خفض في التكاليف من هاي الفي وظيفة في أعماله بالأسواقية الدولية من أجل تحسين القدرة على مواجهة الظروف الصعبة في السوق أما رئيس التنفيذ للبنك تيجان نتيام والذي شرع في مهامه قبل ستة أشهر فقد استلم مليون وسبمائة وعشرة ألف فرنك سويسري فضلا عن مكافاة تقدر بمليونين وثانمائة وستين ألف فرنك سويسري وقد طلب بتخفيضها حتى أربعين في المئة منذ أن عزز البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية في العاشة من أذار مارس فإن الإجراءات قد ألقت بذلالها على السوق حسب محللين ويرى المسؤولون أن الإجراءات سيكون سدا منيعا تجاه تراجع معدلية تدخم بشكل مستمر والضغوط المؤدية لانكمات الأسعار فضلا عن تباطئ معدلة النمو وأوضح المركزي الأوروبي أنه سيزيد من شراء سنداتي الديون عبر شراء يتراوح ما بين 20 مليار يورو وحتى 80 مليار يورو ابتداء من نيسان أبريل ترجمة نانسي قنقر